اهلا وسهلا بحلاككم من جديد الحلقة النهاردة نتكلم فيها على مفهومين هم Prevailing و Relevant Prevailing و Relevancy مهمة قوي ونحن نتكلم على الأنواع المختلفة لل Data و Information و كنا نتناقش فيه الحلقة اللي فاتت على طول على مفهوم Data و Information و فكرة Secondary و Primary و اتفقنا ان كل Secondary هي Information و كل Primary نقدر نعتبرها Raw Data Raw Data بتتجمع بعد Research Design اي حاجة بال Research Design بنعتبرها Secondary و Information لانها Processed اي سورس او اي مصدر سواء كان scientific او non scientific عندنا هنا جملتين مهمين بنقول ان احنا عايزين ننشور نتطمن نتأكد ان عندك Problem Definition واضحة اللي هي Step 1 و Literature Review فال Problem Definition بنقول ان يبع عندك Information اللي هي Secondary بقى On the Organization وطبعا الOrganization هنا مصود بيها Nine Elements او Context اللي هي جات هنا في الكتاب بتقول Contextual Factors Contextual Factors اللي هي Nine Elements اللي هتشرح فيها او بيها البروبلم بتاعتك الخطوة التانية Prevailing knowledge On the topic that is relevant findings from previous search طبعا knowledge او information اللي هي المستوى التاني او التالت من معالجة الData الData تبقى Processed تبقى Information Processed تبقى Knowledge فهنا بتقول مهمة اوية انه اللي هي الPrevious Search هو ايه الPrevious Search اللي هي Literature يعني مقصود هنا الليتراتشار انها تكون Prevailing و Relevant احنا مهمة اوية بالنسبة ل Prevailing عايزين نفهم يعني ايه ويعني ايه Relevant كلمة Prevailing مهمة جدا لانها صفة من صفات الليتراتشار ريفيو وكلمة Relevant كذلك واحدة من الصفات الاساسية في الليتراتشار ريفيو فتعالوا نشوف كده يعني ايه كلمة Prevailing Prevailing بالعربي يعني كلمة Prevailing الحقيقة كلمة Prevailing اقرب للترجمة الخاصة بيه احاطة او انك تعمل يعني احاطة كاملة للمعلومات اللي هي الانفورميشن والنورج عن البروبلم طيب ليه ما سماهش مثلا السائد او المنتشر او كذا لانه ما هو منتشر فيه يقابله غير منتشر السائد يقابله غير سائد لا احنا عايزينك في الليتراتشار ريفيو تجيب كل حاجة وما يقولنا حوط يعني اتحوط تلف حوالين الموضوع من كامل جوانبه واضغطيه بالكامل طب هو ايه الموضوع ليه البروبلم دي فنشان ايه يعني انا بتكلم دلوقتي على البروبلم هنا دي البروبلم دي عبارة عن ايه الكنتكست الكنتكست ده في ايه انا بتكلم على بيزنس بروبلم او تقبر على فكرة التخصص ايه الاناتومي او البيزنس او اناتومي او اناتومي او اناتومي او مثلا بلانتس او غيره حسب التخصص اللي بتدرسه او بتشتغل فيه هطبق هنا على بيزنس واقول لا انا عندي هنا الناين الامس بتقول البروبلم كأن ليها تسع مكونات فاحنا عشان نطمن ان عملنا literature review لازم تكون المكونات التسع دي مثلا وكأن دول التسع مكونات اتضحت بالنسبالك فبقت عندك problem definition واضحة من 9 elements او contextual factors بتتكلم على الاندسترية على البلد بتتكلم على البرودكت على السيرفس على الكاستمر على اللي هو العميل بالسيجمنتس المختلفة الموظفين بالليفلز المختلفين او المختلفة بتتكلم على الليجال فورمز او دا كمبني بتتكلم على البيزنس فونكشنز المانجمنت فونكشنز وازاي بيانتر اعملوا انتر اكشن مع بعض يجينريت problem او opportunity لما تتكلم على كل دول يعني ايه prevailing يعني تجيب لنا literature covering all aspects او the whole aspects of the problem فبالتالي ما ينفعش تقرأ literature في الجزء دا فقط ولا دا فقط لازم تقرأ حوالين كل دا which means ان انت لو قريت literature كده مثلا انت قريت في aspect واحد طب عايز اقرأ literature اكتر كده انت بدأت تقرأ مثلا عن product والعميل طب كده بدأت تقرأ عن product والعميل في الاندسترية دي وهكذا كأننا بنستكمل reading عن literature او من literature تحيط rounding او surrounding the whole contextual factors كده احنا بقى عندنا prevening literature انما كده literature فيها نقص كده literature مش مكتملة كده literature very very limited وذا كان تكون very unacceptable amount of literature لانما هنا كده لا كده احنا غطينا literature او غطينا problem من كافة جوانبه طيب يعني كده احنا كان عندنا circle دي كده احاطة حوطنا problem بالكامل عملنا احاطة حوالين problem من كل اتجاه طيب لو جينا نفكر شوية problem بهذا الشكل وانا عملت covering ايوم افضل المستوى ده من reading اللي هي الاسهم الاحمر والدائرة ولا المستوى ده افضل اللي بالاخضر لا بالاخضر افضل لانه انا هنا كبرت الاسكوب او كبرت قدرتي على coverage literature خلي بالك المقصود بالاسكوب هنا ايه المقصود بيه ان ال problem very focused ايه very focused problem انما الاسكوب of the reading حوط او حوط او عمل surrounding اللي هي prevailing احاطة كاملة حوالين problem الاحاطة دي افضل والاحاطة دي حتى انا احنا اضرب المثال بانه الصور اللي بيحمي او بيغطي او بيحوط البيت لو البيت بتاعنا مش متعرف ابعاده كويس صعب تعمل صور حوالين البيت انت مش عارف حدود بيتنا فين يعني مش عارف اروح فين قدام وروح فين وراء يمين وشمال والجوانب المختلفة انما لو بيتنا متحدد ابعاده كويس اللي هو المبنى الازرع ده هعرف بالكامل احواطه من كل اتجاه طيب احواطه منين ابعد متر ولا ابعد ثلاثة متر ولا اربعة متر لا ابعد قدر المستطاع ابعد لأقصى درجة طبعا من غير ما نتعدى على حدود الاخرين مين حدود الاخرين جاري في المثال بتاع البيت انما في الاجزامبل بتاعنا هنا وحنا بنتكلم على problem هفترض البروبلم دي مثلا حوالين productivity يبقى هافضل ازود واعمل احاطة اكبر احاطة اكبر لغايت لما اروح للجزء الخاص مثلا ب touching او التماس مع problem تانية ساعتها انت هتبتدي تلاقي literature بتكلمك عن fenomena تانية ولتكن satisfaction او loyalty او what so ever وبالتالي احنا عايزينك تكبر الصور اللي حوالين البيت بتاعكو على قد ما تقدر عشان تحميه تكبر قرائتك للليتراتشير لvery focused problem given ان انت لا تتعدى صور الجران او لا تتخطى الحديث والcoverage لموضوعات اخرى لا احنا عزين نبقى very focused على الموضوع بتاعنا فنوقف عند الحدود دي كده فلو ده موضوع core بتاعنا هنا productivity نوقف لو لمسنا او وصلنا الموضوع satisfaction وهكذا للموضوعات الاخرى اوقف عند الحدد دي يبقى انا هنا بقى واضح بالنسبة لي بتحرك هوب واقف هنا عند ده طب افطال ان انا في موضوع productivity اه بيتصل مثلا بموضوع اخر في ال business مثلا وليكن مثلا المثلا performance ال business performance الجزء المتقاطع ده هيبالك بقى بسهولة زي ما بالك بالزبط انك توقف هنا وتتوقف عن قراءة literature وتcover بالجزء الاخضر بس ال circle دي هنا هيبالك ان فيه اتصال وتقاطع واندماج ما بين موضوع زي اللي انت بتقرأ ده ال productivity وموضوع اخر زي business performance ساعتها احنا عايزين الجزء المتقاطع ده انما مش عايزينك تتخطى وتروح لموضوعات تانية هنا وكذلك مثلا الجانب ده لو انا هنا عندي جزء او موضوع تاني غير متصل بالموضوع بتاعي اللي هو هنا productivity يبقى مليش دعوة بال loyalty مليش دعوة بال satisfaction اغطي الجزئية دي بس كده احنا استكملنا معنى prevailing ومعنى prevailing متصل به معنى اخر اسمه relevant يعني ايه relevant اللي له علاق طيب تعال اضرب لك المثال الصغير ده وقول لي هنا من وجهة نظرك وانت بتفكر ك scientific research فين هنا relevant فين عدد literature الحقيقية اللي تعتبر بالنسبة لك relevant لو احنا دلوقتي اهو قدامنا الشكل ده كده بنتكلم على قدامنا ال research ال research ده اهو اوضح الشكل اكتر ال research ده عفوا ال research ده قاعد يقرأ literature عن موضوع اسمه المثلة ى مثلا مثلا اه المثلة ده ال research ده قاعدت يقرأ عن موضوع اسمه وبيقول انا هدور فيه على lenght h schizophrenia ido الfed medication ما ت chez shore ده مجرد مثال ارى عشرين بالتصوصメ وده الفينومنا الاصليه اللي بدور عليه ها دي كأنها الكور او الفوكس اللي بدور عليه من العشرين بيبر دول لقى تو بيبرز عن فينومنا تانية فينومنا اخرى اسمها بروبكتيفتي ولقى تمنتاشر بيبر منهم عن الساتسفكشن من التمنتاشر بيبر اللي عن الساتسفكشن صنف اتناشر منهم هيستخدمهم وستة مش هيستخدمهم فعندنا عشرين توتال بيبرز عن الساتسفكشن الفينومنا اللي بدرسها ريسيرشر تو بيبرز منهم عن الفينومنا افروبكتيفتي اتناشر قرر ريسيرشر اللي يستخدمهم ستة قرر ريسيرشر اللي هم مش هستخدمهم يطرى ايه هنا العدد اللي نسميه عشان يبقى متصل كمان بالموضوع الاخر اللي اسمه كم عدد البيبر يطرى عشرين يطرى التمنتاشر يطرى الاثناشر ولا الاثناشر والستة اللي هم التمنتاشر طب الاثناشر والاثنين اربعتاشر طب الستة والاثنين اللي هي التمانية كل البداي لا الحقيقة فيه اتنين هنا هنستبعدهم خالص اللي هم هنالتو بيبرز دولي لانه هو اصلا بيقرأ هنا وكأنه ده بيتنا وده بيت الجرام مليش دعو بيه خالص الستفاكشن ده هو الفينومنا الفوكس اللي قاعدة اقرأ عنها بغض النظر الاسوسياتيد فاريبلز بيها ايه دي الفينومنا نفسها اللي بادرسها اللي ايه بعد شوية تتحول بالنسبة لنا وتبقى الديبندن فاريبل انما ده ديبندن فاريبل تاني مش بادرسه مش في الفوكس عندي طب قرأتهم ليه والله اخطأت او عجبوني وقرأتهم استفدت بيهم في شغلي او في حاجة تانية او فور فردر انفستيجيشن او لرسيرس تاني خلاص دول مش هتكتب لنا عنهم في الليتراتشير اللي هم التو بيبرز دول بتوع البروكتيفتي انما التمنتاشر اه الاجابة الحقيقية الصحيحة ان الريلفان بيبرز هنا تمنتاشر الله مع ان انا قلت هستخدم اتناشر مش هستخدم الستة دول لا احنا عايزين نعرف التمنتاشر عشان هي دي الريلينج واللي تبيلنا قد ايه كمان انت ريليفانت لان انت اللي قررت انك تستخدم الاتناشر دول وتسيب الستة دول فاذا قرار الستة والاتناشر ده قرارك انت ممكن حد تاني يقرر اعداد اخرى ممكن كنت انت نفسك هتقرر تستخدم مثلا واحدة منهم وتجنب او تخلي السبعتاشر دول لن يستخدموا طب ما ذكرش بقى المجموعة اللي هي لازم تذكرها في وتقيمها وتقول لنا ليه ليه سبتها لان قرار الاستخدام من عدم الاستخدام ده قرار ريسيرشر ولازم يخضر المراجعة العلمية من السوبرفايزر او السوبرفايزرز والريفيور والإجزامينرز اللي بيراجعوا الكلام ده كله which means انه المعنى الخاص بالبريفيلينج انك تكفر كل حاجة تغطي كل حاجة حولين الكنتكست والمعنى الخاص بالريليفانت انك تقول لنا اللي قررت تستخدمه واللي قررت انك ما تستخدموش ليه ما استخدمتوش لانه برضو دي من الحاجات اللي هنراجعها معاك ليه استخدمتها وليه ما استخدمتهاش أرجو ان المعنىين يكونوا واضحين هيبقى ليهم ويحنا بنتكلم على مهم قوي نبقى نستوعبنا لاتنين دول وبيتشرحوا تقريبا في المناطق اللي هي علاقة ببداية الكلام عن حلقاتنا القادمة التالية الحلقة دي هتبتدي تتكلم بالتفصيل عن شكرا جزيلا لنا حلقاتنا